نروح دلوقتي للأستاذ محمود دارويش الصحفي بموقع فيتو نتعرف أكتر منه أستاذ محمود دارويش دايما يعني بيغطي الناشئين في فيتو على أعلى مستوى تحياتي ليك يا أستاذ محمود تحياتي الحضرات الكابتل الأسامة وكل الجماهيين اللي بتفضل على البرنامج الجميل برنامج السادة الأجبال واللي بيقال قدوه فعلا على مسابقات الناشئين في كافة الأنحاء الجمهورية ربنا يا كريمك قول لي بقى ماذا لديك من جبير بالنسبة للملاعب يعني أنا في صور للأسف شفتها بتاع ملعب نادي الترام ترام اسكندرية طبعا نادي الترام من أعرق الأنبياء اللي كانت في الدورة المصري في القرن الماضي في بداية القرن الماضي نادي الترام للأسف الملعب نستعرض الصور دلوقتي للأسف يعني ملاعب سيئة جدا ملعب سيئة جدا تفضل عز محمود طبعا أنا أنا وطالب وزارة الشباب أن يكون لها دور أن يقدر تقدر تحل أزمة الملعب ملعب نادي الترام يعني نادي الترام دا اللي نادي حصل على بطول الكاس مصر سنة موسم ثمانية وتعين تسعة وتلاتين آآ الفرئي الأقوى والناشئين والبراعم وكل وكل القطاع القرى في نادة كرام بيلعب على ملعب لا يصلح من استخدام الادامي. طيب. كل الامجال اللي بيستقبلوها طبعا. اه. اه. انا ممكن يعرض لعبة كتير للأسف. لحصابات كارثية. مش مفروض في لجنة بتطلع من المناطق. كل المناطق بتعين ملاعب المباريات قبل بدء المسابقة? ده المتبع. مفروض اه. يعني المتبع. بس الآن لو لو فيه ازمة في الملاعب فهما المناطق برضو بيبقى موقف صعب. مثلا عنده مضغطة جدة. ومعندهوش ملاعب اللي هي تقدر تغطي كافة المتشاط. فبيضطروا مسلا يستقبلو المتشاط. تمام. طيب بعيدا بقى عن ازمة الملاعب كنت عامل انت احصائية بعدد اللاعبين المقيدين في سجلات الاتحاد من كل اه انديت مصر. هي هي الاحصائية من اتحاد الكورة على فكرة. مش مش هلا يعني. اه موجودة في اتحاد الكورة. اه. اه. جات لي من اه يعني من اتحاد الكورة. اه. اه. اه يعني الاحصائية بالارقام بالتقريب. اه تم تسجيل وقيد خمسين الف لاعب في مشابقات الناشئين والشباب. هذا الموسم. ما شاء الله. خمسين الف لاعب. في في مشابقات البراعب. اه تلاتة واربعين الف لاعب. اه. منطقة القاهرة طبعا لها نصيب الاسد في موضوع مسابقات الناشئين والبراعب. اه. تسعة عشر الف لاعب. ما شاء الله. في منطقة القاهرة في في الناشئين اه حوالي عشر تلاف لاعب. اه. في براعب حوالي تمن تلاف وتلتونية لاعب. ما شاء الله. طبعا اه ادارة شؤون اللاعبين بمنطقة القاهرة بكد بكد كد نهاية توفيق. اه. اه بتبزي المبوض كبير في 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 واستخراج الكرمهات اللاعبين. وطبعا مطقة القاهرة طبعا بكد اه كابت الحمالي الشربيني وكابت محمد حشيش. ومسابقات القاهرة بكد نعم الحسان. اه بيرزموا بطولات لأكثر من تمانين نادي ومركز شباب. طبعا ده اه مطقة القاهرة تعد اتحاد كرة مصغرة. طبعا طبعا. خلي بالك مطقة القاهرة. مطقة القاهرة كانت الاول هي مكر اتحاد الكرة المصري. زمان. طبعا. اه مطقة القاهرة اتحاد مصغرة. اه طبعا. يعني مجهود كبير طبعا. اه. الاحصايات التانية منطقة الاسكندرية اه تلي منطقة القاهرة. اه. في عدد اه قد اللاعبين. بحوالي ترتاشر الف وخمسونة لاعب. اه. منطقة الجيزة تأتي في المرتبة الثالثة بحوالي اتناشر الف لاعب. ما شاء الله. قاعدة كبيرة جدا من الناشئين والاشباب. طبعا طبعا. هي منطقة المناطق اللاعبين. ده ده. اه. والمفترض ان قيد اه قيد اللاعبين مستمر. اه المشيئين والبراعم. اول كل شهر حتى واحد يناير لحد واحد تلاتين يناير. يعني اول كل شهر. يتم قيد. فات حباب القيد. للمشيئين والبراعم. عكس طبعا. الفميل. اه. مزبوط كده. برشكرك شكرا جزيلا يا سيد محمود على المعلومات القيمة. ما شاء الله عندنا.